ترجمة نانسي قنقر وأصبحت في مصاف الجوائز العالمية المتميزة التي تساهم في تقدير أصحاب المساعي والأعمال النبيلة الذين يخدمون المجتمعات والشعوب في مختلف المجالات التنموية والحيوية مشيرا معالي لأن الجائزة تعبر عن الوفاء والتقدير والإجلال والإكبار للمغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وتخليدا لذكراه العطرة وإسهاماته الجليلة في دعم العمل الإنساني مشيدا معالي بجهود السمو الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم رئيس مجلس أمانا جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في ترسيخ وتحقيق المبادئ والأهداف التي أنشئت من أجلها الجائزة مثمنا معالي جهود كافة أعضاء مجلس الأمانا وأمانة الجائزة ولجنة التحكيم كما وتقدم معالي رئيس مجلس النواب بالتهالي والتبركات للفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة والتي تم منحها لطبيب العيون النبالي الدكتور ساندوك رويت ترجمة نانسي قنقر